لا سفر لا فرد لحلول خارجية السودان يتعرض لمؤامرة دولية رئيس مجلس السيادة في السودان عبدالفتاح البرهان قالها الحل لوقف الحرب داخل الأراضي السودانية لا خارجها وأي مبادرة من إيجاد لا تعني الشعب السوداني في وقت أعلنت فيه الأمم المتحدة أن الحرب في السودان خلفت أكثر من 13 ألف قتيل ونزوح نحو ثمانية ملايين آخرين يرى البرهان أن البحث عن حلول لأزمات بلاده يأتي من داخلها قائلا خلال لقائه ضباطا وجنودا في الجيش السوداني بولاية كسل شرقية البلاد إنه لابد من الجلوس مع كل أطياف الشعب السوداني للوصول لحلول مرضية للجميع البرهان قال إنه لن يقبل أي تفاوض لا يرضي الشعب السوداني ولا يقوم على أسس قوية ومتينة تحفظ للشعب قرامته مشددا على ضرورة خروج قوات الدعم السريع من المؤسسات المدنية ومنازل المدنيين رسائل البرهان لرئيس الحكومة السابق عبدالله حمدوك والذين معه دعا خلالها للجلوس مع كل أطياف الشعب السوداني للوصول لحلول مرضية للجميع مؤكدا أن الحلول داخلية على أرض سودانية لا صفر فيها ولا إيجاد ولا فرض حلول فهل يأتي حل الأزمة السودانية من الداخل؟